لماذا تغير الدب الصغير؟ كان الدب الصغير ذكيا وجميلا ولكنه كان كسولا لا يحب أن يذهب إلى المدرسة ليتعلم ولا إلى النادي ليتدرب على الرياضات المختلفة ودائما يقول أنا ذكي أنا لا أحتاج للتعلم وفي أحد الأيام ذهب الدب الصغير إلى والدته في غرفتها فوجدها تقرأ كتابا فقال وأنا أيضا يا أمي أستطيع أن أقرأ فقالت له تفضل اقرأ وأنا سأستمع إليك أمسك الدب بالكتاب ولكنه شعر بحزن شديد فقال أعتذر يا أمي أنا لا أستطيع القراءة ثم وجد أباه يكتب شيئا على جهاز الكمبيوتر فقال وأنا أيضا يا أبي أستطيع الكتابة على الكمبيوتر فقال له ساعدني في الكتابة حاول الدب الصغير الكتابة ولكنه شعر بحزن شديد فقال أعتذر يا أبي أنا لا أعرف كيف أستخدم الكمبيوتر دخل الدب الصغير على أخته فوجدها تلون فقال رائع أنا أستطيع أن ألون حاول التلوين ولكنه ضغط على القلم بقوة فتقطعت الأوراق قال الدب حزينا أعتذر يا أختي أنا لا أعرف كيف ألون جلس دب دوب في غرفته حزينا فجاءه أبوه وسأله لماذا أنت حزين يا دب الصغير قال أنا لا أقدر على القيام بأي شيء يا أبي فقال له انظر إلى هذه الصورة يا دب الصغير لم تكن تستطيع المشي وحدك ثم تعلمت المشي بعد أن دربتك أمك وحاولت عدة مرات فكل شيء بالتمرين فكر الدب الصغير ثم قال معك حق يا أبي أعدك أنني سأتعلم وأصبر حتى أصبح ماهرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر